إذا منتبعنا كرام كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة في هذه المشاهدة التي نشرها الحساب الرسمي ديال القوات المسلحة الملكية المغربية والتي تظهر عملية اعتراض لعدة قوارب ما بين سواحل الدخلة وسواحل القويرة هذا القوارب منتبعنا كرام كانت تحمل عدد من المهاجرين الأفارقة اللي كيدخلوا للمياه المغربية محاولين الوصول للدفة الأوروبية طبيعة الحال هذه المسألة اللي بغيت نتكلم عليها الآن منتبعنا كرام هي مسألة مراقبة الحدود البحرية المغربية اللي كما تشاهدون فإن البحرية الملكية المغربية تراقب كل هذه النقاط الساحلية من الدخلة إلى ساحل القويرة وأي اختراق للحدود البحرية يتم التعامل معه من ضرف الفرقاطاز ديال البحرية الملكية المغربية كما نشاهد الآن أمامنا على الصور طبيعة الحال هذه المسألة هي ردا على تلك الأكاديب والإشعاعات ديال مرتزقة البوليزاري ونظام حضرات الجزائر اللي يقول لك لأنه لا تواجد للبحرية الملكية في سواحل الصحراء المغربية خصوصا في القويرة ولا المناطق المجاورة طبيعة الحال نحن نرى العكس تماما أمامنا على الشاشة من خلال هذه الصور لانشرتها القوات المسلحة الملكية المغربية لاعتراض عدد من القوارب والبعض من هذه القوارب أو العدد الأكبر من هذه القوارب كيكون نتيهم في البحار وفي طريقهم للموت فتدخل البحرية الملكية هنا أيضا كيكون في شقه الإنساني حتى يتم إنقاذ هذه المهاجرين وكذلك تسليمهم إلى الضرك الملكي اللي يقوموا بإجراءات إدارية قبل إعادتهم من حيث أتوا إذا منتبعنا الكرام هذه الصور هي دليل على أن البحرية الملكية المغربية تقوم بيواجبها في الأقلم الجنوبية المغربية من سواحل القوارب لسواحل الضخلة لسواحل جميع المناطق في المملكة المغربية خصوصا في الأقلم الجنوبية متسابعنا الكرام أراكم في فيديو قادم